ثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس العلال شبابي ورياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية كافة الجهود المبذولة تجاه دعم مسيرة الابتكار في الدكاء الاصطناعي وأشار سموه إلى أن هذه الجهود تسهم في تنفيذ الأهداف التي تتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030 والتي ترتكز على دعم وتشجيع الشباب لاكتساب المفاهيم العلمية الجديدة والوسائل التقنية الحديثة لتكوين جيل شبابي يمتلك الأدبات العلمية المتطورة ليكون قادرا على الابتكار والمشاركة في تحقيق المزيد من المنجزات الحضارية وقال سموه أن إنشاء أكاديمية بوليتكنيك البحرين لذكاء الاصطناعي تعد خطوة نوعية تهدف إلى الإسراعي في إدراج تخصصات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية في المملكة حيث تعتبر هذه الأكاديمية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والشرق الأوسط والتي يتم من خلالها استخدام منصة التعليم كخدمة لتقديم برنامج تخصصي متكامل يقوم على تعزيز قدرات الابتكار والإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي ترجمة نانسي قنقر